بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المحاضرة هذه الأسبوع التالت سنأخذها نظرة شاملة أو عامة على الطرابات الأيد أو الطرابات التمثيل الغزائي سنأخذ الأسبوع نحن تحل بمحاضرة الجسم الأول في الأسبوع هذا والجسم التالي إن شاء الله أنا في الأسبوع اللي جاري Definition of metabolism metabolism is chemical process of the body uses to get or make energy from food we eat and transform the food eaten into the fuel that keeps us alive يعني برعا عملية كيميائية استخدمها الجسم عشان يحصل على الطاقة من الأكل اللي إحنا بناكم وبحول هذا الأكل إلى وقود عشان يخلينا على قيد الحياة نيترشيل فود اللي هو الأكل consist of protein carbohydrate of fats هذه المنزلات تتكسر بالإنزيمات and digestive system and then carried to the cells where they can be used as a food اللي بعد كده احنا مستخدمها لوقود The body isal uses this substance immediately يعني باستخدمها بسرعة أو store them أو بخزينهم في ال body في ال liver أو ال body fat و المصير تيشه for later use يخزينهم عين اللي هو يحتاجهم ويستخدمهم ما أما في ال liver الكبد أو في الدهود أو في العضلية الأنسجة العضلية لا إيش لا إخذها After digestion and absorption the neutrons are carried by the blood to cells or the body Within the cells the neutrons are changed into energy through complex process بنسميها metabolism في خلال جوة الخلايا هذه هذه المغزيات تتحول إلى طاقة لعملية معقدة بنسميها الميتابوليزم The Oxidation The Oxidation The During Aerobic Metabolism The Neutrons are combined with oxygen with H-C هذه المغزيات تتحض مع الأكسجين في كل خلية This process is not as oxidation إذن باتحاد لنيوتران مع الأكسجين في داخل الخلية بنسميها Oxidation هي الأكسجا وتضع هنا بالأكسجا ويسالة بالأكسجna يرغب الداخل من وحيدتي السحن يتم تشهد التي تسبب منها يعني بدون استخدام الهواء وبتقلل الفات بدون استخدام الأكسجين The complete oxidation of carbohydrates and proteins is commonly called Krebs Cycle Accelate اللي هو الكربوهايدرات والبروتين والفات بنسميها Krebs Cycle وهذه ممكن أخذتوها اللي هو الكيميا وهو موضوع كبير يعني Metabolism is anabolism and catabolism As the neutrons are oxidized Energy is released إذن المتabolism عبارة عن anabolism and catabolism As the neutrons are oxidized Energy is released When this released energy is used to build new substances from simpler ones the process is called anabolism عند مهادي الطاقة المنتجة عند مهادي الطاقة المنتجة استخدمها ما أدى إلى similar ones the process is called catabolism This building of anabolism and breaking down catabolism substances is continuous process المنتجة المتابوليزم المتابوليزم طلح هيت وكتابوليزم هيت كثير المتابوليزم أمينو أسيد نيكوليطايت طبعا في الكاتابوليزم بده طلعنا ويست وهذا اللي هو لما ناخد النيوتراند كل هذا بده يحصل يا إما أنابوليزم يا كاتابوليزم الفود الفود كاتابوليزم ريليست انيرجي أنابوليزم ريكويرز انيرجي يا إما هو بده في الفود ريليست انيرجي يا إما ريكويرز انيرجي متابوليزم اندثايرويد وهذا مهم جدا عمليات الآيد والغدة الضرقية متابوليزم انزجابهم برايماري باي هورمون سيكريت باي ثايرودي جلاند اللي هم هذول الدينين التراي ريودوثايرونين تي ثري وثايروكسين تي فور هذول المتحكم في المتابوليزم من سيكريت جوات تي حرمون من هذه الحرب المتاحكم في هذا المتاحكم في م مرتاحكم يندسى حيبارت تي غيرثي ريكويريزم يبدو هنا من شخص وفي هذه الحرب الأيو معروفة في حمليات الهيبارت عندما اضافر طيبPin T4 و T3 انها مبصرة يقم اللذي أحيبوثيودزيم أحيبوثيودزم في هذه الأسفل كذلك يأتي بأداء الطيب ترتبر الطيب بسرعة ويحنط الزهب فيه بطوء حيث يكون مزجربًا يكلف عن الشرق يكون لأخشم العنف متابوليكي تحيو له في 1990 يتحدث ك 4900 متابوليك ديسوردى خوالي 5000 متابوليك ديسوردى من مئتين او فتحلant بانات الأحيان من الخمس تلاف دول حوالي 250 هذه الإضاقتك يأتي من أقل الموضوبات من المنظم ومول موليكولات من المحاعات أو الموليكولات ميزة المنظم يمكنري أمانو سعيد من المنظم المنظم هو إوضاع أسفن من المنظمين وهي المنظم هي نظمه بل جهود about 30% من المنظم هو التنظيم الهيتروزايجوس يعني معناته هنا اللي هم متخالفين For complete allils Complete allils يعني اللي هم الاليلز هذا واحد من الجيناد البديلة بتنتج عن طريق الطفرة وموجودة على نفس المكان اللي هو الكروموزون إذن الاليل واحد أو أكتر من واحد ممكن يكون من الجيناد البديلة اللي بتنتج عن طريق اللي هو الطفرات وموجودة على نفس المكان في الكروموزون إذن حوالي 30% of population is heterozygous for complete allils has suggested by the extent of normal variation in genes يتبلي rare traits يعني اللي هو اللي بتبقى نادرة يعني سمات trait يعني سماته النادرة which result in disease اللي بتعطينا on disease are produced by mutation of genes بحصل لها تفرق في هذه الجيناد the frequency of appearance of mutant genes varies in population وهذا بختلف من ناس لنا genital disorders can affect the metabolism of protein carbohydrate lipids bioremediates minerals vitamins باعتمد على المتابوليك باسويل that is affected when a metabolic disorder occurs امتى بصير metabolic disorder metabolic disorder occurs when abnormal chemical reactions in the body disrupt the process يعني metabolic process phase عملية الايد هاتيخاب هاتيبشا إذن metabolic disorder occurs when abnormal in the body disrupt the process تقريبنا إياها metoholism process phase when this happens causes the body to have either too much or too little of the essential substances needed to stay there are different groups of disorders في عنا اللي هو الجميع مختلفة من الاضطرابات some affect the breakdown of amino acid carbohydrate on the lipids another group metacondrial disease حنخدهم كل ما دولة بالتفصيل affect the parts of the cells that produce the energy what is a metabolic disorder metabolic disorder are highly complex and very معقدة جدا ونادرة even so they are subject of ongoing research which is also helping scientists to better understand the underlying causes of more common problems such as the lactate lactose saccharose and glucose intolerance and the upper abundance of certain proteins metabolic disorder can develop between some organs such as the liver or the cereals become disease or don't function normally stop function probably the graph was left diabetes is an example السكر ربارة عن مثال لهذا جسمنا هو عبا حساس لا اللي هو الأخطاء اللي هي موجودة في عملية الغيب the body must have amino acid and many types of protein to perform whole of dysfunction اللي هو هنا هنأطي مثال اللي هو انه البرين بحتاج كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم عشان تجنريد يطلق لنا الالكتريكال امبالسيس الوامضات الكهربائية وامضات and limits to maintain الهلس نيفا السيستم بحتاج الدهون عشان يحفظ لنا على الجهاز العصبي هذه ودائما بجيبها أغلب الأوقات في الامتحانات الفورمس يعني صورها أو أشكالها مش types عندنا اللي هو metabolic بجيبها تعامل المتابوليكي اشكالها اشكالها لفضل المتابوليكي من المتابوليكي This is necessary for an important chemical reaction 0. missing enzyme of vitamins 0. abnormal chemical reactions 0. that Butter Metabolic Process 0. diseases in the liver, Bangerine and Endocrine glands 0. or other organs involved into metabolism 0. neutral 0. nutперitional deficiencies retention metabolic disorder There are hundreds of genetic metabolic disorders caused by mutation of single genes. These mutations can be passed down through generations of families. بتيج عبر اللي هو تمر عبر اللي هو الأشياء في العائلات According to the National Institute of Faith, certain racial or ethnic groups are more likely to pass on defective genes for particular disorder. ممكن في بعض اللي هو في الأمم التي يجيجي هذه الجين. ممكن في بعض اللي هو الأنمية المنجلية وهو الزنوج الأمريكان سيستيك في بروزز البيبول في أوروبيان هيريتج التليف الحوصلة سنأخذ هذا من إن شاء الله بيبقادة موجود في أوروبيان مابل سيراب يورين ديزيز ويستيك فيجين من الياحوال المنونيوت كوميوريتيز مابل سيراب الياحوال المنونيوت سيراب طبعا هذا بيقول عليه المصد اللي هو خشب القيقة بيبقى أحمر سنأخذه برده وعلى أوروبيان أطلاق بنا قوشرب استيك تصفير من جوجة تصفير من أوروبيان أي أوروبي برضه سنأخذه وهموكروما توزيز هيموكروما توزيز في القوقازيين اللي هو في الفئة القوقازية أو الرئيس تابع القوقازيين حسناً شكراً لكم ونكمل محاضر هذه الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة